موسيقى أهلا بكم يا أصدقائي مع سلسلتنا الأدوار القصيرة الخالدة وسنراها من بين أبطال العالم منهم من ينتمي لقرن السابع عشر ومنهم من ينتمي لقرن الواحد وعشرين ستجد فيها شطرنج مزهد ضفنا في هذا الفيديو هو أحد الجنود المجهولين في الشطرنج الألماني إدوارد لسكر في دوره الشهير بالجذب القاتل فإدوارد لسكر أسرى المكتبة الشطرنجية بالعديد والعديد من الكتب وليست كلها كتب في فن الشطرنج بل الكثير منها في تاريخ الشطرنج وسيرة حياة اللاعبين وأنا أعتبره مصدري الأول في معلوماتي الشطرنجية أما منافسه فهو الإنجليزي ذو الأصول الملكية سير جورج توماس وبجانب براعته في الشطرنج فهو من أبطال التنس وفاز مرتين بلقب بطولة ويمبلدون في الزوجي ونترقب هذا الموقف بعد لعب سير جورج كوين إي سمن دخلت دور التاريخ فما هي نقلة إدوارد راسكر الخالدة وقبل أن نبدأ أعرض عليكم أحد الألغاز الأسود له النقلة ولكن يبدو أنه سيخسر لأن الأبيض لديه بضقين سالكين فهل تستطيع أن تلعب بالأسود وتفوز وإذا لم تصلي فسأوضحه في نهاية الفيديو إدوارد راسكر بالأبيض وبدأ دي فور ورد سير جورج إي سيكس النقلة دي بتفتح الطريق للفيل ولكنها أيضا نقلة انتظارية مرنة ينتظر ما يلعبه بالأبيض لكي يرد عليه بالرد المناسب وبعد نايت اف سري لعب اف فايف ده بيسمى الدفاع الهولندي ووظيفة البيداء هي منع الأبيض من لعب ال اي فور والسيطرة على الوسط لكن النقلة دي لها عيب خطير وهي فتح الوطر تجاه الملك نايت سي سري بيدعم لعب اي فور لكن الأسود منعه بالنايت اف سيكس والحصان بيرائب المربع ولذلك بيشوب الجي فور بيربط الحصان على الوزير وبيخرجهم بعجلة وطالب ال اي فور والأسود منعه أيضا بالبيشوب اي سابن بيرفع الربط عن الحصان لمنع ال اي فور ومستعد للتبهيد لكن يبدو ان ادور مصر على لعب ال اي فور ولذلك اخذ الحصان وبالطبع دي نقلة سيئة لانه بيتخلى عن ميزة زوج الافيال والأسود اخذ لكن الابيض وصل لهدفه ولعب اي فور وبيسيطر على الوسط والأسود اخذ البيداء طالب الحصان وبعد الاخص لعب بي سيكس مستعد لتعبئة الفيل عن طريق الفيونكا ومهاجمة حصان ال اي فور ولسكر متهور وكمل ناية اي فايف بيفتح الوطر للوزير طالب كوين اتش فايف اتشك والملك لا يستطيع الحركة وإلا كوين اف سابن تشيك ميت والنقلة الوحيدة هي الجي سيكس وهنا الابيض بياخد البيداء طالب تحريك الحصان بكش بالكشف ولابد من الاقص وهنا بياخد البيداء بالشيك والملك لو ذهب للاي سابن هياخد الفيل بالشيك ولابد ان يذهب للاف ايت وهنا حيفوز بالفيل ويخرج فائزا ماديا وفي طريقه للفوز والدفاع الوحيد هو اقز الحصان على ال اي فايف والتخلص من المشاكل ولكن الاسود يبدو انه لا يريد التفريد في ميزة زوج الافيال ولذلك قام بالتبييد والملك ذهب للامان والرخ حيسيطر على العمود المفتوح وادوارد بيكمل في التعبئة ببيشوب دي سري والفيل بيصوب على ال ايتش سابن وايضا بيحمي الحصان وهنا مرة اخرى افضل نقلة الاسود هي اقز الحصان وبعد الاقز يلعب نايت سي سيكس طالب البيدأ ولو الابيض لعب الكوين ايتش فايف بيحمي البيدأ وطالب يرفع الحصان ويهدد المات مع الفيل على ال ايتش سابن هنا الاسود له رد مناسب بروك فايف طالب الوزير وطالب البيدأ والاسود افضل ولكن اخر في اقز الحصان وكمل بيشوب بي سابن وادوارد رد بيكوين ايتش فايف طالب ياخد الفيل بتشك والمات على ال ايتش سابن لان حصان ال اي فايف بيمنع الملك من الهرب ومرة اخرى افضل نقلة الاسود هي اقز الحصان وبعد الاغس يلعب الروك فايف ويفوز ببيدأ والاسود افضل ولكن للأسف بالنسبة لسير جورج لم يأخذ الحصان انما لحصنا حظنا لعب كوين اي سامن وده الموقف المرسوم على بداف الفيديو على اساس ان الابيض لو اكد الفيل بتشك حياخد بالبيدأ طالب الحصان والوزير بيحمي بيدأ الاتش سابن لكن ادوارد لم يأخذ الفيل وانما لعب النقلة اللي ادخلت الدور التاريخ يا طراء ايه هي ادوارد لاسكر اخذ البيدأ بتشك بيضحب الوزير والملك حتى لا يستطيع الهرب ولذلك مجبر على اخذ الوزير ومن هنا حتبدأ المتعة فالملك حيبدأ رحلة طويلة حنرى الى اين تنتهي فادوارد بدأ بالنعية افسيكس اتشك بكش مزدوجة بالحصان والفيل ولابد من تحرك الملك ولوه مربعين اذا تراجع هيتلقى المت فورا بالنيت جي سيكس شك ميت مات جميلة بالحصانين ولذلك ذهب لله سيكس وبدأت الرحلة بعد نايت جي فور اتشك لاحظ من هنا وحتى النهاية ان الملك الاسود لا يستطيع الترابع ولابد ان يتقدم حيث معسكر الابيض القطعة الصغيرة بتحاصر الملك وبتترك له مربع وحيد وهو الجي فايف والملك بيواصل الرحلة وهنا في نوعين من التكوينات هتنتهي باعطاء كش مات اولهم التكوينة القصيرة العادية بلعب اف فور اتشك والملك مجبر على اقص البيدأ جي سري اتشك الملك له مربعين اذا تراجع للجي فايف هتلقى المات باتش فور اتشك ميت واذا ذهب للأف سري هتلقى المات بالتبييد لكن ادور ما اخترش الطريق السه انما اختار الطريق الطويل الجميل باتش فور اتشك والملك ليس له بالمربع وحيد الاف فور وبعد جي سري اتشك الملك ليس له بالمربع وحيد الاف سري وهنا جاءت البيشوب اي تو اتشك الملك مرة اخرى ليس له اي مربع غير الزهاب للجي تو طالب الرخ اللي ذهب للأتش تو بتشك والملك مجبر على الزهاب للجي وان وهنا جاءت المات الرائعة الابيض قام بالتبييد الطويل بتشك ميت للملك اللي اخذ رحلة طويلة من عرشه الى حيث يتلقى المات غريبا وبعيدا عن وطنه وهنا ادوارد لاسكر بيقول واقع طريفة فهو حتى ذلك الحين لم يكن يعرف اللغة الانجليزية وكان يعتقد ان سير جورج غاضب منه ولكنه قال له جملة تطوع احد المشاهدين بترجمتها وهي انك لاعب عظيم وده ادخل السرور على قلب ادوارد ورد عليه ان لو كان بيلعب الدور ده في المانيا فلابد ان اللاعب الاسود هيشير فورا الى انه بدلا من الكوين كان يستطيع انهاء الدور باخص الحصان ولكن سير جورج من اصل نبيل ومن يومها اصبح اصدقاء مقربين وكان السبب الرئيسي في تعلمه للغة الانجليزية والان هيا الى حل اللوجوز الاسود حيفوز بعد النقلة المفتاح بيشوب الفور طالب الاخذ على الجي سري بالشيك ميت والابيض لا يستطيع الاخذ لان البيض مربوط ولذلك لابد ان يأخذ بالرخ وهنا هتجي النقلة الرائعة روك سي وان طالب الروك اتش وان تشيك ميت والملك لا يستطيع الذهاب للاتش اولا لمنع الروخ لوجود الحصان ولذلك لا بد ان يتخلص من الحصان لكن بكده بيمنع الملك من الهرب وروق اتش وان شك ميت ارجو ان تكون قد وصلت الى هذا الحل والى اللقاء في دور اخر مصير واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر